تعالي بقى نروح على نص المادة الدستورية اللي تفضل معالي رئيس المجلس الموقر بالحديث عنها المادة الدستورية احنا مش بنتكلم بس على مسألة القانون 30 لسنة 75 اللي بينظم هيئة قناة السويس وعمالها وما إلى ذلك سيدة المستشار تحدث تحديدا عن المادة 43 من الدستور تعالي نقراها نصا تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها تنمية وحفاظ بصفتها ممرا مائيا دوليا وفي حد بيبيع ممرا مائي دولي أصلا بالمنطق ولهذا كانت الصفة بتاعة القناة متضمنة في المادة بتاعة الدستور المصري وبالمناسبة اللي انت استفتيت عليه بالصفات هيئي بقى ممرا مائيا دوليا مملوكا لمين للدولة ولم تأتي في المادة الدستورية انه الممر المائي مملوكا مملوكا لوزارة ولا مملوكا لصندوق ولا مملوكا حتى للهيئة الهيئة تدير الممر وليست مالكا للممر الممر ملك الدولة جزء لا يتجزأ من هذه الدولة لا يتجزأ ولن يتجزأ طيب هجملك المادة الدستورية ونلبس النظار معلش يبقى الممر المائي ممر مائي دولي مملوكا للدولة لا في المادة الدستورية المادة 43 خليك حافظ لهي مملوكا لصندوق ولا مملوكا الهيئة ولا مملوكا لمحافظة من المحافظات التلاتة ولا اجمالي المحافظات التلاتة ولا مملوكا لأي حد مملوكا للدولة بالصفة طيب والدولة بقى مالها عليها التزامات تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً لو أنت خدت المادة 43 وكملت بعدها المادة 44 وكملت بعدها المادة 45 هتلاقي أنه تلات مواد اللي هو ما تلاته 40 44 و 45 هي مواد الحفاظ على الدولة الحفاظ تحديداً الحفاظ على قناة السويس الحفاظ على نهر النيل الحفاظ على الشواطئ الحفاظ على السواحل الحفاظ على الممرات المائية بالكامل اهه ايه تاني نهر النيل قلناها اه يا راجل والمساح الخضراء في الحضر يا راجل والثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراضي أو الخطر والرفق بالحيوان أنهي دولة اللي تكتب ده في دستورها تقول أنا ملتزمة كدولة أنا حفظ على السروة السماكية والحاجات المعرضة للانقراض والسروة النباتية والمناطق الخضراء اللي في الحضر فاكرين طبعاً وهنا ده اللي بيخليك تفهم ليه احنا بنمنع بنشتغل على قوانين تحول دون التعدي على الأراضي الزراعية وإنه يبقى ما فيش مخالفات تاني زي زمان وبتاع مش حاجة زي زمان